مشاهدين الكرام ما زلنا نتابع مع حضراتكم تغطياتنا الحية والمستمرة على مدار الساعة نتابع فيها مجريات الانتخابات الرئاسية في الخارج حيث يواصل المصريون في الخارج عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر حتى الغد بإذن الله في مقار السفرات والقنصليات المصرية حول العالم بدأت بالفعل في العاشرة من مساء أمس عمليات التصويت لليوم الثاني في دولة نيوزيلندا لتكون بذلك أول دولة تنطلق فيها فعليات اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج وتجرى العملية الانتخابية خارج البلاد في 121 دولة على مستوى 137 مقر بعث ديبلوماسية على مستوى العالم هذا وقد حول السماح للناخبين بالتصويت بصورة البطاقة في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج قال المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك بعض البطاقات ببعض السفرات لا يتم قراءتها ولكن أضاف أنه تم السماح للناخبين بالتصويت بصورة البطاقة مع تحقق السفراء من شخصية النائب هذه إحدى الملاحظات التي وردت اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال المؤتمر الصحفي أو المؤتمر الذي عقدته مع سفراء الدول حول العالم للوقوف على أي مشاكل تقنية تم رصدها في المقار البعثات الانتخابية وقد تبعت الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات اليوم الثاني لعملية التصويت الخاصة بالمصريين في الخارج عبر فيديو كونفرنس وهناك ملاحظات أن غالبية السفرات لم يرصد فيها أي معوقات فنية فيما عاد بعض الملاحظات البسيطة على المنظومة في سفارة الرياض ولكنه تم تدخل الفريق التقني وتم إعادته بالفعل من الواضح أن هناك قبال شديد تم رصده في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالأمس وأيضا هناك مشاهد مبشرة في صباح اليوم الثاني بناء على ما ورد إلينا من مشاهدات ومدخلات ضيوفنا من خلال توجودهم في مقر البعثات الدبلوماسية في بعض الدول القبرى كألمانيا وفرنسا ومملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والذي تتم فيه الانتخابات بشكل سلس وبأرقام مبشرة حتى الآن وقد حرص المصريون في هذه الدول على التوافد على اللجانة الانتخابية رغم بعض المسافة في بعض الدول ورغم الأجواء البرودة في دول أخرى ولكن السمى المشتركة هو الحرص الشديد على المشاركة والإدلاق بالأصوات في الانتخابات الرئاسية اشتركوا في القناة